طيب ايه بقى عندنا في موضوع شركة سيفتي اللي ما شفناش مبارح او اللي ما تباش معانا الموضوع احنا كنا بتتكلم على امبراطورية كبيرة جدا اسمها امبراطورية المعز امبراطورية المعز دي فيها اسمين اسم رجل اعمال مصطفى عبد المعز واسم شاب اسمه احمد عبد المعز مصطفى عبد المعز هو ابن الاخواني رفيق حسن البنة عبد السطار عبد المعز اللي راح قطر فيه منتصف استناد ويكون صاروة هناك ومات هو في ابريل 2011 ودفن هناك احمد شاب صغير اللي هو ابن عمر عبد السطار عبد المعز فاحمد ابن اخو مصطفى عبد المعز عبد المعز هنجيله بعد شوية هقول لحضراتكو يعني شوية حاجات عليه كده لانه كان داعم اساسي ورئيسي لجماعة الاخوان وهي في السلطة وقبل السلطة ومستثمر اساسي لأموال القطرية يعني فيه امراء قطريين على رأسهم تميم بيستثمروا فلوسهم في مجموعة المعز اللي هي مجموعة مصرية قطرية قلنا مبارح انه مجموعة المعز حاولت ترخص شركة امن اللي هي اسمها سيفتي فايف لكن معرفتش بعد ايه بعد ما تم التحفظ على شركاتهم واموالهم هنا ولجنة حصر اموال الاخوان بتقوم بادارة هذه الشركات وقلنا طبقا للورق اللي عندنا انه يعني الجهات الامنية رفضت انها ترخص لهم الشركة بتاعتهم شركة الامن فاللي حصل طبقا للمعلومات اللي عندنا انه هم رجل اعمال اللي هو شندي يحيا شندي تم الاتفاق معاه انه يرخص الشركة باسمه ويدرها هو ولكن تظل الشركة مع شركة المعز دي المعلومات الاساسية تكلمنا طبعا عن انه شركة سيفتي مترخص لها عربيات سيارات نقل اموال الاجهزة اللي سلكي 160 قطعة سلاح يعني اتكلمنا كتير وطرحنا سؤال انه المعلومات دي موجودة عند الجهات في مصر فازاي بقى فيه شركات بتشتغل من تحت لتحت من غير ما نعرف عنها حاجة وهي بتمت بصلة الى جماعة الاخوة الحقيقة لما اتكلمنا في الموضوع ده حصلت تفاعلات كتير هنا انا عايز ااكد على حاجة انه احنا ما بنحسل الطرف على حساب طرف واذا قلنا معلومات لقينا في حد بيقول لا انا عندي معلومات تانية بنسمعه وبنقوله تفضل وبننقشه في هذه المعلومات كان الحقيقة مهم جدا لما يكلمني الاستاذ شندي يحيا شندي اللي هو مؤسس شركة سيفتي فايف اللي احنا قلنا انه هذه الشركة هو اسسها ولكن بالاتفاق مع مجموعة المعز اللي هي مجموعة اخوانين اشتركوا في القناة